لا يوجد شيئاً لا يوجد شيئاً لا يوجد شيئاً هذا هو عامل النجاح سأقوم بعمل 72 سنة حسناً في أبريل ويقوم بعمل نفس الشخص لا تتعامل 50 كيلومتز في سمانة بقري 50 كيلومتز في الأسبوع في الجيم فأنا أتحمل استيل أنجل حسناً طالما دخلنا في موضوع السن اعتزلت التدريب ليه؟ مع الأسف بسبب مشاكل عند زوجتي هي المرض الحديث مرض القرن خصوصاً في القرن 20% من البرتغالين بيعانوا من الكتاب ومرأتي مع الأسف بقى لها ست سنين في الجزء ده بتعاني من الكتاب متقدرش تكون لوحدة لازم أكون دائماً معها ويلاحظ أننا في السنة الجاية هنكمل 50 سنة متجاوزين عرفنا بعض من 54 سنة فأمراتي أهم بكتير جداً من إن أنا كامل كمدرب طبعاً أنا حسب الأسف إن أنا مش هكمل كمدرب بس سيبتها تدريب بسبب مشاكل زوجتي لأن هي بالنسبة لي أهم من كل ده فما فيش حاجة أقدر أعملها الآن أنا مستشار الفني لوادي ديجلا وشرف لي أن أكون موجود مع الأولاد الصغيرين دائماً بكون موجود في الملعب بشوف التمرينات وأنا أحس أن أعايز أرجع تاني للتدريب بس أنا شايف إن بالنسبة لي كان مدرب الأمور انتهت نفس اليوم نفس اليوم أحضت ريجله في الأمر أوكي أنا أتجوز يوم عشرين يوليو ستتسعة وستين يعني أنا جماعة أنا عارف الإجابة بتاعت السؤال اللي سألته لمسر مانويل جزيء لكن أنا حبيت إنه أقول لكن ما كنتش متوقع منه الصراحة دي مش ما كنتش متوقع منه الصراحة الكاملة اللي هو بتكلم بيها خصوانا على زوجته يعني عشان بس بين لكم الجانب الإنساني في هذا الركل اللي بيظهر قوي قوي وبيظهر صعب قوي وبيظهر شخصية حدا جدا هو حد تاني خالص غير اللي بيظهر قدامنا أنا عارفه شخصيا لكن أنا حبيته إن هو يوضح هو وضح بصراحة باستفادة عشان كده بقول لكم الراجل ده حاجة حاجة يخوفك يرعبك وفي نفس الوقت يكلمك كلمتين تحضنوا وتبوسوا تقولوا أنا آسف فحاجة شخصية أقول لكم مش هتتكرر تاني